وخلال المؤتمر أوضح مدبولي أن الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة موضحا أن هذا العام سيكون عدد الموليد 2 مليون و 185 ألف مولود جديد وأكد مدبولي أن الدولة قررت إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين وسيبدأ تنفيذ هذا القرار فورا من أول سبتمبر المقبل يظل التحدي الكبير جدا عندنا هو تحدي الزيادة السكانية نحن تقديراتنا تبقى للأرقام التي اتحققت في أول سبع شهور أن هذا العام عام 22 سيكون عدد الموليد 2 مليون و 185 ألف هذا عدد الموليد هذا الرقم أقل من الثلاثة أربع سنين الذين فاتوا يعني كنا في الثلاثة أربع سنين الذين فاتوا يكون هناك أرقام أعلى من هذا ولكن يمكن السنة الوحيدة التي كانت أقل هي السنة التي فاتت بسبب ظروف كورونا توجيه في خامة الرئيس أن نزود 100 جنيه للبطاقات التموينية ودول يمكن كان لـ 8 مليون و 110 ألف بطاقة فيهم أكتر من 9 و 1 من 10 مليون أسر هيستفيدوا من هذا الموضوع بأكتر من 37 مليون مواطن هيبقى المتوسط أن نزود على البطاقة التموينية إعتباراً من أول 900 جنيه يستفيد المواطن من خلالها بصرف عدد من السلع اللي محدداها وزارة التموين ويمكن معالي وزير التموين حيبقى في مداخلة يحدد هذا الموضوع إحنا جهزنا فعلاً الداتا وإن شاء الله يمكن سيادته حيقول لحضراتكم إن إحنا حنبدأ فوراً في تنفيذ هذا الموضوع اعتباراً من أول 9